اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة من الحلقات التي يقدمها المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع ديوان قاضي القضاء وذلك لرفع مستوى المرأة في قطاع العدالة موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الدوائر المرتبطة بالمحاكم الشرعية سيكون هناك ثلاثة ضيوف في هذه الحلقة النقاشية وهم قاضي المحكمة نابلس الشرعية فضيلة الشيخ صالح أبو فرحة أهلا وسهلا بك أهلا بكم يا مرحة أيضا سيكون معنا المحامي على المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات الأستاذة صحر أبو صالحة أهلا وسهلا بك والدكتور لؤي عمر الخبير في قضايا الأسرة والمحكم الشرعي أهلا وسهلا بك البداية معك أستاذ الصحر ربما لو تحدثنا قليلا عن المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات ما هو الضور الذي يقوم به على أرض الواقع شكرا لكم على هذا اللقاء المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات هو مؤسسة غير ربحية تعمل على عدة مشاريع وهذه المشاريع تهدف لرفع الوعي والتثقيف ومن ضمن هذا المشاريع مشروع يحق المرأة في الوصول للعدالة لرفع وعي المرأة ومعرفتها بقان الأحوال الشخصية بحيث نقوم بعدة جلسات التي هي تثقيفية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاء ورقاءات تلفزيونية واسبوتات توعية المركز له عدة خدمات يقدمها منها الاستشارات القانونية المجانية والاستشارات النفسية أيضا عبر الخط المجاني أيضا يقوم بخدمة المرتقى الأسري وحل النزاعات بطرق ودية منها طرق التحكيم وطرق أيضا الوساطة أيضا يقوم المركز بمشاريع أخرى غير هذا المشروع على توعية المرأة في حقوقها توعية الفئات المهمشة الوصول لطلبة الجامعات منها طلاب الإعلام وطلاب القانون أيضا المركز يقوم على وصول إلى النساء في المناطق المهمشة منها القرى ويعمل فيه جميع المحفظات طيب هناك بعض النداءات التي تحدثت وطالبت ربما المراكز ومن ضمنها المركز الفلسطيني للديمقراطية بالوقوف حتى مع المرأة ماديا إذا ما كانت تطالب بحقوقها عن طريق المحاكم وذلك يكلف طبعا نعم صحيح في فترة من الفترات كنا ندعم المرأة بالتمثيل القانوني أمام المحاكم يعني تنزل المحامية معها على الميدان بترفع لها القضية وتمثلها أمام القضاء بأعتقد أنه هذا له جناحين أقول الجناح الأول إنها بتدعمها ممكن هي نفسيا ووجود المحامية ما هي بيدعمها من ناحية اقتصادية أيضا إنها هي بتوفر أيضا بيكون منفذ لها اقتصادي كونها بتاخد نفقة إلها ونفقة لأولادها أو بتحصل على المهر بيكون لها دعم اقتصادي بهذا المجال نعم بالانتقال لك فضيلة الشيخ وإذا ما دخلنا ربما في لب موضوع حلقة لهذا اليوم نتحدث عن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري ودائما هذا العلوان كبير في ظل هذه الحياة الاجتماعية لو تحدثنا من الغاية من إنشاء هذه الدوائر حقيقة على أرض الواقع طبعا الغاية من إنشاء دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري هو المحافظة على الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع فالمجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأسر والأسرة هي الأساس هي اللبنة الأساسية في بناء هذا المجتمع فالهدف من دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية هي الحد من نسبة الطلاق وتقليل نسبة الطلاق محاولة توعية الزوجين في حال تقديم معاملة طلاق أو معاملة دعوة نزاع وشقاق وغير ذلك من الدعاوة إلى أهمية الأسرة محافظة على النسيج الاجتماعي توعية الزوجين بمخاطر الانفصال ومخاطر الانفصال على الأولاد وغير ذلك كذلك دوائر الإرشاد للإصلاح الأسري يعني نتحدث عن لقاءات ممنهجة مع العائلات باستمرار طبعا في حال تقديم دعاوة أو في حال تقديم معاملات طلاق لدى المحاكم تحول الإرشاد الأسري إرشاد الأسري دوره يحاول الإصلاح بين الزوجين يعني تحذيرهم من مخاطر الانفصال على الزوجين وعلى أولادهما وعلى الأسرة وعلى المجتمع طبعا كذلك دوائر الإرشاد الأسري في حال ما تم الاتفاق بين الزوجين وتم الانفصال في إلها دور كذلك في عقد اتفاقيات بين الزوجين بعد الانفصال في بيان الحقوق المادية متعلقة بالمهر المعجل المعجل مشاهدة الأولاد نفقات الأولاد هذه الاتفاقيات توقع من القاضي وتصبح سنة تنفيذ ويمكن تنفيذه دوائر التنفيذ في الحاكم الشرعية فالدوائر الإرشاد للإصلاحة يسرق إلى دور كبير جدا في هذه المواضيع في الإرشاد كما قلنا للزوجين توعية الزوجين على أهمية الأسرة مخاطر الانفصال عن تنظيم اتفاقيات في الحقوق المتعلقة سواء كانت للزوج أو للزوج بعد الانفصال هل نتحدث ربما عن اختلاف بينها وبين ربما دوائر أخرى من حيث آلية التنفيذ وآلية ربما النقاش والاتخاذ القرارات فيها هي ليست صاحبة قرار هي تعقد الاتفاقيات ويصادق عليها القاضي الشرعي الاتفاقيات حتى تصبح ملزمة ولها مثابة سنة تنفيذ ينفذ دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية بالعودة لك دكتور لوأي ربما إذا ما تحدثنا عن المحاكم يعني دائما ما نقول أن هناك نقص في المحاكم حتى في المحاكم ربما المدنية لكن ماذا عن المحاكم الشرعية وطبيعة العمل من حيث الناحية القانونية في هذه المحاكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أليه وصحبه ومن أولاه بداية نحب عقب على كلام فضيلة الشيخ قبل ما أدخل في هذا الموضوع بالنسبة لدوائر الإرشاد الأسري بحكم أنني أعمل أيضا لدى المحاكم الشرعية كمحكم شرعي في محافظات الوطن ولنا علاقة تكاملية نحن مع قطاع العدالة الشرعية سواء مع السادة القضاء المحترمين أو دوائر الإرشاد الأسري أو مع المحامي سواء محامي الذي يرفع الدعوة النزاع والشقاق أو الخصم فهناك احتكاك مباشر وجميعنا نصب في شيء واحد وهو الحفاظ على هذه الأسرة سواء من القاضي أو من الإرشاد الأسري لابد في هذا السياق أن نناشد أصحاب القرار المختصين الدوائر الرسمية في المحاكم الشرعية قاضي القضاء بضرورة رفض المحاكم الشرعية بعدد أكبر من موظفي الإرشاد الأسري وتفعيلهم من خلال الدورات تجارب يعني دورات تخصصية وتركيز ربما على الجانب النفسي وتركيز على الجانب النفسي والجانب الأخلاقي والجانب الديني لأنهم يمسوا قبل تسجيل الدعوة لدى القاضي يجب أن تمر بداية لدى الإرشاد الأسري فدوره مهم جدا جدا مهم فبالتالي يستطيع ممكن أن يعني يردأ الصدع أو النزاع ما بين الأزواج وبالتالي لا تسجل دعاوة ونحافظ على ما تفضل به فضيلة الشيخ على اللبنة الأساسية في المجتمع وهي الأسرة والتداعيات التي ممكن أن تترتب والأثار التي تترتب النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة وسيمة على الأطفال والزوجة من التسريب المدرسي أو استغلالهم في حال وجود طلاق وإذا كان الأب مثلا خارج الوطن أو مجهول محل الإقامة أو في أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي هذا من جانب الإرشاد الأسري بخصوص المحاكم الشرعية المحاكم الشرعية هي جزء من المنظومة القضائية والعدالة مكونات العدالة في المجتمع الفلسطيني والمحاكم الشرعية قد لا يعرف البعض أنها تعمل بموجب قوانين هذه القوانين منها قوانين أردنية ما زالت سارية المفعول في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية منها قانون وصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية رقم 61 لعام 76 وهناك قوانين لاحقة جاءت من المجلس التشريع الفلسطيني الأول له علاقة بصندوق النفقة ومؤخرا صدر قرار بقانون من سيادة الرئيس بخصوص التنفيذ الشرعي حيث أن المحاكم الشرعية أصبح لها قضاء متخصصين وكوادر متخصصة ومأمور تنفيذ كما على غرار المحاكم النظامية وأصبحت سارية المفعول اعتبارا من 11 لعام 2016 وربما النائبة في المحاكم الشرعية هي إمرأة النائب النائب القزاك المدعي للعام نعم مسؤولة الأحوال الشخصية في دائرة قاضي القضاء هي القاضي صمود الضميري وهي إمرأة وهناك أيضا في كافة الدوار أيضا هناك يوجد نساء في هذا الموضوع هنا فقط أنوه بالنسبة لسؤالك بخصوص القوانين قد يعني يسأل بعض بالنسبة للقوانين الأردنية يعني السند القانوني الذي استندنا عليه من أجل العمل في المحاكم الشرعية بهذه القوانين وما زالت سارية المفعول كما تعلمون قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو صدر أول مرسوم رئاسي من الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات رحمه الله من تونس هذا المرسوم رقمه واحد لعام 1994 صادر في تونس بـ 2594 وهذا المرسوم كان يقضي بسريان القوانين الأردنية في الضفة الغربية قبل 5667 أي قبل الاحتلال الإسرائيلي حتى أن لا يكون هناك فراغ تشريعي أو قانوني في داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية عندما جاءت السلطة الفلسطينية وهذا ما يعني طبق على قانون أصول المحاكمات الشرعية كمرحلة مؤقتة هناك نعم وقانون 76 في الفقرة أربع من المرسوم المذكور أيضا نوه أنه يبقى العمل ساريا ما هو معمول به في المحاكم الشرعية وهو قانون 61 لعام 76 ثم صدرت كما قلنا سابقا العديد من القوانين التي تعمل بها الآن المحاكم بالإضافة للتعميمات التي تصدر من ديوان قادر القضاء نعم بالعودة لك أستاذ صحر ربما إذا ما تحدثنا أكثر عن الجانب التوعوي وربما هذا الدور الذي تقومون به في تشجيع لدور الإرشاد والإصلاح الأسري يعني ذلك موجود في داخل القرى حتى موجود عشائرية قبل التوجه ربما إلى المحاكم الشرعية وربما لذلك إيجابيات كثيرة هل هناك حقيقة ما تلمسونها من توجه مباشر للمرأة لمثل هذه الدوائر أو حتى لتقول لهم رغبة في حد الأمور قبل أن تصل ربما إلى إنهاء العقد صحيح يعني الدوائر الإرشاد لها دور فعال وأنا بعتقد من إنشائها إلى الآن في نجاحات المعنى أنه إحنا لما ننزل أنه للتثقيف أنه ممكن إحنا نحث المرأة للتوجه لأنها هي أصلا قناة قانونية بدل الاتجاه لأي للإرشاد لأي ناس آخرين بالنهاية الإرشاد في المحاكم هو قناة قانونية تؤدي إلى القضاء في النهاية المعنى أنه هناك أيضا قضايا أخرى بنظر لها الإرشاد زي ما حكى الشيخ أنه في المشاهدة والاستضافة المعنى بدل ما أنا أرفع طوال القضية إنه بخلي الإرشادي توسط كالتالي باتجاه بدعوة أو بطلب أنه على الأقل تتصل في الطرف الآخر حتى الرجل يشوف أولاده أو المرأة تشوف أولادها أو حتى الاستضافة والقاضي بناءًا عليه بيحول هاي القضية المعنى بتم هناك وساطة من خلال الإرشاد لحل هاي القضية المعينة بدون تعب وبدون ممكن زيادة قضايا على كهل القضاء فبعتقد أنه هناك يعني توجيه كون أنه وجود دائرة إرشاد بالأحرى أنه المرأة تتجهلها وتحاول أنها تحل القضية من خلالهم أسهل ممكن هي أسرع كمان أيضاً بالنسبة للمرأة بعتقد أنه رشاد خني أسميه هو وعاء أسرار للحياة الزوجية يعني المرأة بتحكي للمرشدة أو الزوج يحكي للمرشدة ممكن يلتأم الجرح هناك ورد ما هي من أكثر الدوار التي عليها ضغط كونها المرحلة الأولى نعم في عليها ضغط كون قضايا النزاع والشقاق تزداد في الزدياد وكون قضايا بما أنه في نزاع الشقاق إذن بالتالي في قضايا أخرى للمشاهدة أو استضافة فبالتالي هي عليهم يعني عليكها هناك عب كبير وبالتالي إحنا ممكن إحنا منرشدهم أنه يتجهوا إلى هذه الدوائر كونها قانونية زي ما حكيت نعم بالانتقال لك فضيلة الشيخ نتحدث عن دائرة الإرشاد والأصلاح أيضاً نتحدث عن دائرة التنفيذ الشرعي هل هي الدائرة الأخيرة من ناحية التنفيذ وربما من ناحية إصدار كل الأشياء وبالتالي ربما مرحلة النهاية كما تحدثنا دوائر التنفيذ الشرعي طبعاً هي دوائر دكتور يعني بدأ العمل في دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية 11-2016 والهدف من إنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية سرعة البت في الخصومات وتنفيذ الأحكام لدى المحاكم الشرعية قديماً كانت الأحكام في المحاكم الشرعية يحكم فيها في المحاكم الشرعية ويتم نقلها إلى المحاكم النظامية لتنفيذها أمام دوائرة تنفيذ في المحاكم النظامية دوائرة تنفيذ في المحاكم النظامية العبع عليها كبير جدا يتعلق فيها تنفيذ قضايا الأحكام الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة على محاكم الصلوح البداية وغير ذلك كل شيء فالحمل كبير على المحاكم النظامية في تنفيذ الأحكام فهذا سبب أنه إطالة أمد التقاضي في تنفيذ الأحكام للصالح قليلاتة لكن إنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية سهل على المواطنين مسألة تنفيذ الأحكام الصالحة على المحاكم الشرعية ومنفذ الوحد الحكم في فترة قليلة جدا عندنا سرعة في قضايا التنفيذ في المحاكم الشرعية هذا سهل على المواطن بوقذ الحكم من غرفة القاضي قاضي القضايا مثلا يظل داخل على قاضي التنفيذ مغاشرة في نفس المحكمة لا يمكن أن ينتقل من مبنى للمبنى هذا أولا ثانيا طبعا التعاون بين دوائر التنفيذ في المحاكمة الشرعية ومن المحكمة نفسها أسهل من لما يكون من محكمة ثانية ونظامية ومحكمة شرعية فهذا يسهل على المواطن يسهل على المحكمة نفسها أي خلل في الحكم عند دائرة التنفيذ يمكنك راجع المحكمة except for this باب بيننا فهذا الموضوع يسهل هناك سرعة في تنفيذ الأحكام في تحقيق مصلحة المواطنين وهذا ما لمسناه من المحامين أنفسهم ومن المواطنين أنفسهم أنه لا والله الآن أسهل بكثير التنفيذ أمام المحاكم الشرعية في سرعة في إنجاز المرأة بتحصل طبعا الأحكام التي تصدر هل نستطيع أن نتحدث ربما عن تنفيذ مئة بالمئة من القضايا الواصلة إليكم؟ طبعا طبعا تنفيذ مئة بالمئة من القضايا طبعا قضايا تنفذ في المحاكم مباشرة ما في تأخير عندنا تنفذ كلها طبعا إلا في حال أمرار بتم الاتفاق بين الطرفين بيصطلحوا بتم الصلح بينهم بسكروا الملفات بتسكر الملفات بالصلح أو بالإنهاء الحياة الزوجية أو كذا لكن في قضايا مستمرة زي نفقات الصغار زي أجل الحضاني زي المشاهدي الاستضافي هاي قضايا مستمرة ما بتسكر بظلها ماشي ما دام الوضع الأولاد مثلا ما دام محكوم لهم بالنفقة بظلها القضية ماشي حتى إنه ينهي المرحلة التعليمية الأولى إذا كان قابل للتعليم المشاهد الاستضافي كذلك في قضايا عندنا في التنفيذ في المحاكم الشرعية مستمرة في قضايا لا يعني في قضايا خلاص تنتهي بانتهاء الغاية اللي نفذ الحكم من أجلها زي مثلا مهر مؤجل بيدفع ربع المبلغ للمحكم الشرعية كاش ومن ثم الثلاثة ترباع بتقصط حسب وضعه إذا كان وضعه كيف وضعه المادة منيح ميسور ميسور مع سير وهكذا فطبعا لما ينتهي من تزديد الملف تزديدا نهائيا خلص كل الدفاعات تتسكر الملف أنتهى لكن عملية تنفيذ الأحكام الأحكام كل الأحكام ينتظر على المحاكم الشرعية ويأتي أصحابها بوقتها ينفذوها مهما دوار التنفيذ يتم تنفيذها ما أبل مئة نعم بالانتقال لك دكتور حتى ولو كان هناك ربما سرعة في المحاكم الشرعية أكثر من المحاكم المدنية والنظامية لكن ربما هناك بعض الثغرات القانونية الثغرات التي تقول أن القانون قديم بعض الشيء وهو قانون أردني لكن هل هناك بعض الأشياء التي يمكن العمل عليها الآن من ناحية القانونية وأنتم خبراء بالقانون ربما تحتاج إلى مزيد من التطوير أكثر حقيقة نوه هنا قبل أن ندخل بالنسبة لقانون التنفيذ هو نقل نوعية في المحاكم الشرعية على المستوى الوطن هو خفف على كاهل القضاء النظامي أيضا اكتراكم القضايا وصرع في تنفيذ الأحكام المحكوم بها الصادر من المحاكم الشرعية في فلسطين لأنها تمس شريحة هامة في المجتمع الفلسطيني شريحة الأطفال شريحة النساء والأثار والتداعيات التي ترتب على هذه الأحكام فعندما كانت تذهب المرأة من أجل أن تنفذ نفقة لطفلها الصغير أو نفقة لها وتبقى ممكن أكثر من سنة أو سنتين وهي تحاول أن تنفذ هذا القرار الآن كما تفضل فضيلة الشيخ سرعة البت من خلال قضاء التنفيذي وصدور هذا القرار عدم التراكم وصدور هذا القرار بقانون فعلا شكل نقل نوعية وحافظ على الأقل على هذه الأسرة من الضياع من التسرب المدرسي من الاستغلال الجنسي من الاستغلال المادي يعني بأمور كثيرة أكيد طبعا القوانين هي تلامس الإنسان والقانون هو مرآة المجتمع وانعكاس لما هو موجود في داخل المجتمع القانون دائما هو صنع بشري بحاجة إلى تعديل حسب المستجدات حسب الأوضاع وحسب تطور الحياة وحسب قانون التنفيذ قرار بقانون التنفيذ عندما صدر لأن هناك وجد المشرع أن هناك ضرورة ملحة لوجود مثل هذا القانون لتوسع المحاكم الشرعية على امتداد الوطن لوجود قضايا كثيرة أصبحت تبرز في المحاكم الشرعية ومن هنا نقول على مستوى مثلا قضايا النزاع والشقاق أنا في نظري أقول أنها قضايا أصبحت ليست قضايا فردية وليست قضايا جماعية وإنما هي ظاهرة ملموسة في المجتمع الفلسطيني على مستوى الوطن كامل وبالتالي لا بد حتى أن بعض الإحصائيات قالت أن أكثر من 80% هي على طريق هذه القضايا يعني أنا ما عنديش إحصائية دقيقة لا أستطيع أن تكلم بإحصائيات دائرة قاضي القضاء أكيد لديها الجهات المختصصة التي تعلم إحصائيات بالدقة ولكن حسب ما تحول لنا قضايا كمحكمين وعلاقتنا في المحاكم الشرعية بشكل دائم فعلا أنه يوجد قضايا بشكل ازدياد بالنسبة لقضايا النزاع والشقاق سواء قبل الدخول أو بعد إتمام حفل الزفاف وقضايا لها يعني متزوجين لهم عشر سنوات أو خمسة عشر سنة فأصبحنا نلمسها كظاهرة هنا لابد أن يكون هناك يعني فعلا تحديث للقوانين بما يحافظ على الأسرة بما يسرع البت في القضاء والحفاظ على الأصول المحاكمة يعني إلا أن نمس في الأمور الجوارية بالنسبة للمحاكمة فمثلا أنا دائما أدعو بأن قضايا النزاع والشقاق بالنسبة للأزواج للزوج تحديدا هو يستطيع أن يقوم برفع هذه الدعاوة ولكن أنا بنظري أنه القانون يعني أتاح له كما أتاح للزوجة أن تقوم برفع الدعاوة في حال حصول ضرر أو إساءات ولكن أصبح هذا القانون يستغل من طرف بعض الأزواج للتهرب من الالتزامات المالية المترطبة عليها وهي الثغرة آه وهي الثغرة وبالتالي نحن نناشد يعني أننا نستطيع أن القانون أن نضعه بشكل آخر نشدد في هذا الموضوع بالنسبة لخصوصا أن القضاء الآن أصبح لهم سلطة تقديرية بالتثبت بعد صدور التعميم من سماحة قاضي القضاء بعام 2012 التثبت في موضوع قضايا النزاع والشقاق لسلطة تقديرية لفضيلة قاضي الموضوع الذي ينظر في الدعوة المنظورة أمامه نعم على نفس الموضوع أستاذ الصحر ربما هناك حلقة وصل بين الجانب التوعوي لدى المرأة وبين آليات ربما تلفية التلفيذ في المحاكم الشرعية كيف يمكن ربما الربط بين هذه وتلك؟ نعم يعني من خلال يمكن عملنا نحن في المحاكم ممكن نذكر نقطتين النقطة الأولى هي لصالح المحاكم أنه بالتوعي نحن ممكن بهذا الكلام نحكيه لصالح المحاكم بالمعنى أنه أصبح الآن في فرق كبير بين التنفيذ الشرعي والتنفيذ الإجراء في محاكم الصلح والإجراءات في المحاكم النظامية المعنى بس ناخد مثلا التبليغ التبليغ في المحاكم النظامية لازم شخص نفسه يبرز هويته حتى نعطيه التبليغ لكن في المحاكم الشرعية وأعتقد أن هذه إيجابية ولصالح المرأة يكفي بالتعليق وتكتف المحكمة بالتعليق في التبليغ أطالح كيف؟ نعم يعني كيف؟ المبلغ يذهب إلى بيته لسكنه بعرف أن هذا سكنه وبيعلق أنه تكتف المحكمة أنه تبلغ وربما في المحاكم النظامية الإبداعية يقول أنني لم أستلم نعم لم أستلم أو يتهرب مش أنا في نقطة هنا في نقطة متى يعلق المحضر في المحكمة الشرعية إذا تعذر عليه تبليغه بالذات أو تبليغ من يسكن معه من أفراد أسرته يكون أمره فوق 18 سنة إذا تعذر التبليغ للشخص بالذات أو من ينوب عنه في التبليغ ويصح تبليغه يقوم بالتعليغ لكن إذا وجده يجب أن يبلغه بالذات إذا ما وجده يوجد أحد أفراد أسرته الساكن معه في نفس البيت يزيد عمره 18 سنة ببلغه مضمون الإختار التنفيذ إذا أجز عن كل ذلك بعلق والتعليق عندنا حسب قانون أصول محاكمات موطبا لكن يشترط أن يشهد شاهدا على ذلك له إجراءات يعني الأصل هنا في تسهيل كيف تيسير صار وسرعة التنفيذ من هذا الباب هذه نقطة نقطة ثانية بتعتقد كثير من النساء أنه إذا هي أخذت الحكم وقطع الحكم خلص وهي أعدى في البيت أنه ممكن يتنفذ لوحده لا إنما يجب أن يكون اكتسب الحكم الدرجة القطعية بتيجي على المحكمة بتأخذي الحكم نفسه أو صورة عن الحكم إذا كان مدعالك وهكذا ومن تدخلي على محكمة التنفيذ وبتعملي طلب للتنفيذ ومن ثم ببلغوه ومدة التبليغ ببلغوه بالإختار أنه حقلك الاعتراض خلال أسبوع نعم ممكن تكمل عن عدد الموضوع لماذا يتم هناك وربما هذا السؤال للشيخ لماذا لم يتم إرسال حتى الأوامر وحتى القرارات النهائية من محكمة الشرعية إلى محكمة التنفيذ مباشرة دون استلامها من المواطن نفسه نحن عندنا طبعا أستاذ المحكمة لا تثير الخصومات محكمة الشرعية تفصل في الخصومات يعني تعطونا مجال للتراجع ربما تفصل في الخصومات المحكمة الشرعية كما أن تنفذ على شخص حكم من تلقاء نفسها حتى مع دوائر التنفيذ في المحكمة الشرعية لا يتم أي إجراء دون طلب لا يتم أي إجراء أثناء تنفيذ الأحكام بدون طلب يعني طلب تبليغ طبعا المنفذ ضده من بلغه الآن تم تبليغه ما دفع ما أعترض على الإختار التنفيذي ما دفع خلال الفترة أنت من حقك مثلا تطلب حبسه ماشي إذا أنت ما طلبت حبسه ما من يحبسه كدائر التنفيذ لا يتم أي إجراء في دوائر التنفيذ في المحاكمة الشرعية بدون طلب إذا طلبت الحجز التحفظ على أمواله نحجز ما طلبت ما من يحجز نحن تلقاء نفسنا المحاكمة الشرعية ودوائر التنفيذ في المحاكمة الشرعية لا تثير الخصومات إنما تفصل في الخصومات ولا يتم أي شيء إلا بطلب المحكمة ما بصير تخصم تحط حالها خصم في الدعوة لا الأصل المحكمة تفصل الآن زي ما بتيجي المدعي منقدر لعادي إحنا نيجي نقول نرفع دعوة عفلانة أنه بتفعش نفق لزوجته ونحكم فيها لحالنا ما بصير لابد أن تقوم المدعية بتقديم الدعوة للمحكم والمحكمة بعد ما تفصل فيها هي المدعية نفسها بتيجي تدخل أصل الحكم وتنفذه في دوارة تنفيذ لأنه ممكن بعد الحكم أنها تكون صحة ترجعت مع زوجها أيضا نفس السؤال لك فضيلة الشيخ إذا ما تحدثنا عن صندوق النفقة لمن يتبع الصندوق هل نتحدث عن صندوق خاص أم أنه صندوق له آلياته وربما الكثير من الإجراءات التي تحكمه وليس قانون ربما يتوجه إليه أي شخص صندوق النفقة الفلسطيني هذا الصندوق طبعا أنشئ عام بقانون رقم 6 لعام 2005 من المجلس تشريع الفلسطيني الآن هذا الصندوق النفقة هدفه دفع النفقة المستحقة للزوجة أو الأولاد في حال تعذر تحصيلها من الشخص الزوج المدع عليه الآن طبعا هناك الزوجة عندما يحكم لها بنفقة لها أو لأولادها وتقوم بتنفيذ الحكم النفقة لها أو لأولادها لدوائر التنفيذ إذا تعذر تحصيل النفقة رغم اتخاذ كافة القانونية بحق المنفذ ضده وما حصلت على أي نفقة منه من حقها تأخذ مشروحات من دائرة التنفيذ في المحاكم الشرعية وتأخذ صورة عن إعلام الحكم مشروحا عليها أن الحكم هذا لم يتم قطعه حتى تاريقه وتقوم بتحصيل النفقة من صندوق النفقة الفلسطيني وصندوق النفقة بدوره يعطيها النفقة المستحقة لها لكن يرجع على المدع عليه أو المنفذ ضده بذلك وفق طرقه الرسمية فهو هدفه أن هذه النساء التي تأخذ أحكام سواء لها أو لأولادها ولكن لا تستطيع أن تنفذها الآن كيف نتركها هذه بدون يعني ماشي طبعا أخذت حكم وما نفذ وما فيه إلو مال ممكن تنفيذ حكم النفقة فيه أو يعني نحصل منه نفقة فبالتالي هون لابد من أنه ما نترك هذه المرأة بدون نفقة لا هي ولا أولادها فهذا الصندوق النفقة جاء لدعم هذه الشريحة الضعيفة لشريحة النساء والأولاد اللي ما لهم ذنب يعني الأولاد بالذات في الخلاف بين الزوجين فهذا الصندوق خفف على النساء أعطاها طبعا طبعا تمويله يتم عن طريق معاملات الزواج والطلاق في رسم صندوق النفقة معاملات الزواج والطلاق وشهادات الميلاد في وزارة الداخلية هذولا ثلاث مصادر مصادر لتمويل صندوق النفقة أي معاملة أخذ الزواج لا بد من دفع رسم صندوق نفقة كذلك معاملة الطلاق رسم صندوق نفقة شهادت الميلاد في وزارة الداخلية المعاملات التي تم داخل المحل فبالتالي هذه المبالغ كلها تضخ إلى صندوق النفقة صندوق النفقة بدوره يعطي النساء تعذر تحصيل النفقة من أزواجهن ونفس صندوق النفقة يحاول تحصيل هذه المبالغ من المنفقة نعم وهنا نتحدث عن الأساس القانوني لهذا الصندوق كما قلت سابقا أن هناك بعض القوانين التي صدرت بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ومنها ما يختص في المحاكم الشرعية الهدف كان كما تعلم أنه دائما المشرع عندما يشرع قانون لا بد أن يكون هناك مقصد أو هدف من أجل تشريح هذا القانون كما تفضل فضيلة الشيخ بأنه هناك بعض الأسر أو بعض الزوجات التي أخذت أحكام قضائية سابقا ولا تستطيع أن تنفذ على زوجها بسبب وجوده خارج البلد مجهول محل الإقامة مسجون لدى الاحتلال الإسرائيلي مسجون عند السلطة الوطنية الفلسطين ليس له أي مورد مالي إلا الصندوق لا ما كان الصندوق هذا قبل في هذه الحالة فمن هذا المنطلق قام المجلس التشريع الفلسطيني السابق بإصدار قانون رقمه 6 يحمل رقم 6 لعام 2005 وأسس على أساسه يعني الأساس القانوني اللي هو قانون من مجلس تشريعي الذي أسس صندوق النفقة صندوق النفقة يتبع كان دائرة قاضي القضاء ويعتبر قاضي قضاء فلسطين الشرعي هو رئيس مجلس الإدارة له مجلس إدارة وله طاقم تنفيذي مدير تنفيذي وله اليوم انتشار على مستوى الوطن له مكتب في قطاع غزة مكتب في محافظة نابلس يخدم مناطق الشمال ضفة الغربية في رامالله في منطقة الخليل من أجل في حال عدم قدرة المرأة على تنفيذ قضايا النفقة التي حكم لها بها على المحكوم عليه وبعد أخذ كافة الشروحات اللازمة من طرف القضاء التنفيذي في المحاكم الشرعية يقوم صندوق النفقة بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة بدفع هذه المبالغ المحكوم بها للمحكوم لها أو لأولادها ثم يعود الصندوق في المستقبل إذا توافرت الظروف لأخذ من المحكوم عليه بعد خروجه من السجن أو بعد عدته إلى الوطن هناك سلطة قانونية إجبارية طبعا وهذا الصندوق كما قلت لك له مجلس إدارة أصبح الآن هو يتمتع بشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري من عام 2010 تحديدا أصبح له أختام خاصة كانت في السابق لغاية الألفين وعشر أختام قاضي القضاء ولكن الآن له مدير عام تنفيذي المحامية الأستاذة فاطمة المؤقت وله طواقم تنفيذية على مستوى الوطن كما نوهنا وموارده المالية يتم اقتطاع جزء من بعض المعاملات الخاصة في قضايا في حجج الطلاق والزواج وشهادات الميلاد في وزارة الداخلية كمورد مالي لهذا الصندوق حتى يستطيع أن يوفي بالالتزامات التي رتبها عليها القانون بموجب الأحكام التي تصدر من المحاكمة الشرعية في نفس الموضوع أستاذ صحر هل نتحدث ربما عن حالات فقط الحالات التي ما بعدها انهاء عقل الزواج وبالتالي الطلاق وللأطفال أم نتحدث ربما عن حالات أخرى تستفيد من هذا الصندوق نعم ليس بالضرورة أن تكون مطلقة التي تأخذ من صندوق النفق هي زوجة تأخذ يعني جميع أنواع النفقات وجميع أنواع الأجر يعني المعنى تثبت أنه ليس لها معيل لا ليس بالضرورة يعني حتى لو كانت هي بتشتغل ممكن تأخذ منه المعنى كالتالي هنا بدأت التنفيذ يتم من خلالهم على المحكوم عليه المعنى أنه جميع أنواع النفقات نفقة زوجة نفقة صغار نفقة أم نفقة أب ومن ثم جميع الأجر هي أجرة المسكن أجرة حضانة أجرة رضاء هنا النقطة اللي بدي أحكيها وكثير من النساء بشتكوا أنه في الأوراق كثيرة اللي بطلبهم مننا وتعهدات يعني فيه إقرار وتعهد منها أنه أي تغيير حصل خلال فترة حصولك على هذه النفقة بدك تخبيرينا المعنى كالتالي إنها هي إذا كانت تأخذ نفقة زوجة إذا طلقت لازم تخبرهم نقطة ثانية إذا البنت مثلا بدها تتزوج البنت أصبحت سن الزواج ربما الحال المستثناء هنا وفاة الزوج نعم وفاة الزوج لا حتى ولو معها على مين دوني نفذ وسائطها يجب إقبارهم هذه النقطة والنقطة الثانية إنه يجب أن تحضر كفيل والكفيل المعنى وأنا بخبرهم من عبر شاشتكم إنه الكفيل حتى يضمن صندوق النفقة إنه ما تأخذونيها من تأخذينه من حقك يعني معنى إنه ممكن هي تأخذ من زوجها ومن ثم قاعدة بتأخذ من صندوق النفقة أو يكون اتفاق بينها وبين زوجها إنه مش مشكلة يجيش تنفقش كذلك وأنا بأخذ من صندوق النفقة لا الكفيل يتحمل كل هذا هذا حق صندوق النفقة حتى على المدى البعيد يعطي للنساء الأخريات المحتاجات أو حتى يكون فيه مصداقية وهذا مال عام يعني صحيح إذا المشاهدين الكرام استطلعنا في هذه الحلقة حول رؤية الناس للسرعة في التقاضي في المحاكم الشرعية فكانت إجاباتهم كالتالي إجراءات القضاء اللي بتتم عندنا هي بتأخذ وقت يعني بتطول عندنا بس يعني أنا بتمنى إنهم يحطوا وسائل تانية مثل يلجأوا للتحكيم يلجأوا للصلاح يزيدوا من عدد القضاء ممكن هذا الإشي إنه يعمل عندنا سرعة بإجراءات التقاضي أنا بتمنى يا ريتك منيح نوعا ما أوكي بتطول شوي بس منيحنا بالمقارنة مع المحاكم النظامية بعتقد سرعة البت أسرع من النظامية بس ما زال يعني بتعرف أخير البت في النزاعات هو بأثر على الوصول للعدالة يعني بضيع الحقوق لكثير من الناس رغم إنه إذا بننقارنه إحنا مش حلو بننقارنه بالمحاكم النظامية رغم إنه إذا قررنا بالمحاكم النظامية رح يكون أفضل ولكن ما زال ما زال محتاج الناس إنها تبت في قضاياها تبت في حقوقها خفلت ضوحي الحقوق في أسرع وقت ممكن سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم سواء كانت قضايا حقوقية أو قضايا جزائية أو قضايا شرعية يحق الاستقرار القانوني حيث أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم سواء كانت المحاكم الشرعية أو المحاكم النظامية تأخير الفصل في هذه القضايا يعيك حركة استكرار المعاملات القانونية حركة كمان يعيك تطور تشريعات في البلد كمان يجعل من نزاعات حيث أن هذه النزاعات تبقى موجودة داخل الأسرة داخل القرية داخل المدن وبالتالي للحد من هذه النزاعات وتفاكمها يجب تسريع الفصل في القضايا المنظر أبا بن الحاكم أعتقد أن سرعة التقاضي في البلد عندنا سرعة بطيئة جدا تكاد تكون مدون سرعة السلحفاء وهي عملية أتوقع أنها مملة جدا للمتقاضيين وللقضاء وللمحامين على حد سواء وبتستهلك كثير من الوقت والجهود وطبعا بتهدر لذلك كثير من المال أتمنى أنه يتم النظر من الجهات الحكومية في زيادة عدد القضاة لتسريع عملية التقاضي وتمكين الناس من الحصول على حقوقهم بأسرع وقت ممكن بالنسبة للمحاكم الشرعية الإجراءات فيها بطيئة نوعاً ما بالنسبة للمحاكم الثانية كمان عندنا أنه حالات مثلاً بالنسبة للمحاكم الشرعية تنظر بحالات الزواج والطلاق إلى آخره أن حالات الطلاق بهذه الفترة زادت كثير مش زي الحالات التي كانت قبل فبالتالي يجب أنها تكون الإجراءات التي لدينا أسرع عشان تواكب هذا التغير الحاصل إذن بالعودة لكم مشاهدي الكرام لاستكمال هذه الحلقة وأتوجه بالسؤال للدكتور الأي إذا ما تحدثنا عن نيابة الأحوال الشخصية الآن ما المستفيد كيف تستفيد ربما المرأة من هذه النيابة هناك نيابة الأحوال الشخصية هي من إحدى دوائر المتخصصة الموجودة في دائرة قاضي القضاء وفي كل محكمة موجود مثل الأحوال الشخصية لتتمثل حق العام الشرعي للقضايا إثبات الطلاق قضايا علاقة لها بالقصر قضايا الوقف فهي من إحدى الدوائر المهمة في دائرة قاضي القضاء وتمثل في بعض القضايا التي يجب أن تبدأ القضية من خلالها ومن ثم تحولها إلى قاضي الموضوع في المحكمة الشرعية إذا نتحدث ربما أستاذ صحر عن قضايا مختلفة ومتنوعة تختص بها النيابة الشخصية هنا نيابة الأحوال الشخصية يعني 2004 بأعتقد أنشئت كون هي تحمي حق الله تعالى تحكي تدافعا للحق العام الشرعي المعنى أنه في قضايا مثلا لإثبات الطلاق بعض الأحيان الزوج مطلق زوجته عدد طلقات ومن ثم هي مش عارفة حالها هل هي مطلقة أم لا فمن تتجه المحاكم وخاصة وهي نيابة الأحوال الشخصية فهي ترفع لها الدعوة أو تحقق معها أولا ومن ثم ترفع لها الدعوة الدعوة بتحضر الزوج بتحضر الزوج أولا ومن ثم الدعوة تصبح قدام القاضي فالقاضي والإجراءات أنه يسأل الزوج وتسأل الزوجه إذا فيه إثبات إذا إهو أقر أو إذا فيه إثباتات وهكذا أيضا قضايا إثبات الزواج يعني ممكن هي تكون بعض الأوراق مش موجودة عندها أو إجت من برة وإجت على الضفة ومع هاش أوراق إثبات زواج ممكن أيضا تثبت لها حالة الزواج أيضا للنسب ممكن أنه للزوج الأب ينفي نسب هذا الصغير فهي تحقق مع الطرفين أيضا يعني حماية لهذا الطفل وحماية للأسرة إذن ربما نحتاج فضيلة الشيخ هنا إلى درجات من التحقق في هذه الدائرة وهي دائرة مهمة هنا نيابة الأحوال الشخصية طبعا يعني أنشئت في المحاكم الشرعية لتحقق في الأمور التي تعلق فيها حق الله تعالى في الأمور التي تعلق فيها حق الله تعالى فهي دور النيابة أولا إحضار يعني لما تحضر المدعية مثلا وتحكي أن زوجها مثلا تطلقها بتاريخ وتاريخ تأخذ تحقق ما هي تحقيق رسمي نيابة الأحوال الشخصية وتأخذ جميع تحقيقاتها تكتبها وتوقعها عليها وهي قضايا حساسة قضايا حساسة طبعا كذلك تبعث وراء الشخص الزوج وتأخذ تحقيقاته كاملة وتوقع عليها من تتكون عارة فضيلة الشيخ هذه النيابة النيابة طبعا فيه إلها ممثل في كل محكمة يعني عندنا مثلا في في محكمة نابس الأخت ريم الشنطي في كل محافظة فيه تقريبا ممثل نيابة أحوال الشخصية فالآن دور النيابة تحقق مع الأطراف في الأمور التي تعلق فيها حق الله تعالى تأخذ تحقيقاتهم إذا تحقيقاتهم طبعا مسوغ لرفع دعوة ترفع دعوة باسم نيابة أحوال الشخصية وأمور التي تعلق فيها حق الله تعالى يجب رفعها عن طريق نيابة أحوال الشخصية فقط حسب تعميم سماحة قاضي القضاء فقط الأمور التي تعلق فيها حق الله تعالى لا ترفع إلا عن طريق نيابة أحوال الشخصية لا يصبح الأطراف نفسهم يجرفعوها لا بد من تحقيقات النيابة في محاضر رسمية وترفع الدعوة ويتم السير في الدعاوة حسب الأصول قضايا اللي يتعلق في حق الله تعالى مثل إثبات الطلق إثبات الزواج إثبات النسب الأمور تعلقة بالوقف الأمور تعلقة بالقاصرين وغير ذلك من القضايا التي يتعلق فيها تمس حق الله سبحانه وتعالى مباشرة فهذه دائرة النيابة الأحوال الشخصية جاءت للحفاظ على حق الله سبحانه وتعالى للحفاظ على حق الله سبحانه وتعالى لها دور كبير فيها دور توعوي للمرأة زي ما حكت الأستاذي أنه يكون الزوج مطلق مرات قد وهي لا تعلم أنه عايش معها بالحلال ولا بالحرام فأثناء التوعي من قسم النيابة الأحوال الشخصية في المحكمة أنه لا الآن ما بصير تعيش معالي حين البت في الطلقات المدعى بها أمام المحكمة الشرعية ففيه جزء منه توعوي وكما قال العلماء يحتاطوا بالفروج ما لا يحتاطوا بغيرها فالعلاقة بين الزوجين في الأمور هذه قد تكون حلال أو حرام فلابد هذا الدور طبعا دور كبير قامت فيه نيابة الأحوال الشخصية الطواقم الموجودة في نيابة الأحوال الشخصية على قدر عالي من المعرفة والعلم والمهنية في العمال هل تستعينون بشيء ربما أكبر من التحقيق حتى مع الشخص نفسه أو حتى مع المرأة يعني إحنا الآن يعني هذه الأمور في بعض الحالات يعني نيابة الأحوال الشخصية أثناء تحقيقاتها ممكن يحكوا أنه مثلا نحن عند المفتي ممكن يعني الآن تطلب منهم نيابة الأحوال الشخصية إبراز الفتوى للاستعناس بها كاستعناس فيها لأنه حسب المعروف أنه قول المفتي غير ملزم قول القاضي ملزم طبعا فبالتالي فيه فرق بين الفتوى والقضاء القضاء ملزم والفتوى غير ملزم لكن يستأنس بها فالآن نيابة بعدما تعمل محاضرها للتحقيقات وتوقع الأطراف عليها إذا شاهدت مصوغ لرفع الدعوة ترفع دعوة بإثبات هذا الطلاق ويتم النظر فيها أمام المحكم الشرعية والفصل فيها حسب الأصول إذا ما توجهنا لك دكتور لأيوة في ربما المحور الأخير من هذه الحلقة إذا ما تحدثنا عن درجات التقاضي يعني هناك أنواع كثيرة من درجات التقاضي إذا ما تحدثنا في البداية عن المحاكم الابتدائية الشرعية هل هي تتخذ ربما نفس الإجراءات ونفس الإدارات أم لها ربما سليم أخرى لا لا كما قلت سابقا يعني قلنا بأن المحاكم الشرعية في فلسطين هي جزء من منظومة العدالة ومكونات العدالة في فلسطين القضائية النظام الأكبر شامل نعم كما نقول محاكم نظامية محاكم شرعية محاكم عمالية محاكم الأحداث إلى آخرين فالمحاكم الشرعية جزء أساسي وتعالج العديد من القضايا التي تلامس الأسرة الفلسطينية بشكل يومي لها حجم كبير وامتداد على مستوى الوطن المحاكم الشرعية لها قانون يحكمها كما قلنا قانون مصول المحاكمات الشرعية فبالتالي ولها درجات من التقاضي بداية يدفع الملف إلى القاضي محكمة البداية سواء قضايا للا علاقة بالنفقات نفقة زوجة نفقة أطفال قضايا نزاع وشقاق إثبات طلاق إذن هذه الوجهة الأولى هذه الوجهة الأولى عندما يصدر قرارا قضائيا بعد انتهاء الإجراءات للحسب الأصول من طرف القاضي القاضي الشرعي يحكم بموجب القانون موجب القانون قانون الأحوال الشخصية قانون أصول المحاكمات مشايك وبالتالي عندما يصدر القرار يصدر القرار من طرف قاضي المختص بالنظر في هذه الدعوة المنظورة أمامه هناك بعض القضايا المنصوص عليها قانونا يجب أن ترفع إلى المحكمة إلى الدرجة الأعلى وهي درجة الاستئناف يعني تبقى الدعوة موجودة في المحكمة لمدة ثلاثين يوم حسب ما نص عليه قانون أصول المحاكمات يستطيع المتداعين المخصوم سواء المدعية أو المدعية أو المدعية أو المدعية خلال فترة الثلاثين يوم أن يستأنف القرار الصادر من القاضي الموضوع الذي هو نظر بداية وإذا لم يستأنف أحد الأطراف بعد الثلاثين يوم حكما بموجب نص القانون يجب أن ترفع وجوبا إلى محكمة الاستئناف لنظر فيها وتدقق مرة أخرى من طرف قضاء آخرين ثم يصادق عليها استئناف يعني هل نستطيع نتحدث فضيلة الشيخ ربما أن محكمة الاستئناف هي المرحلة الثالية تحت أي ضرب مش بكل القضايا مش بكل القضايا طبعا جميع القضايا بالاستثناء ما يتعلق فيه حق الله تعالى وما لا يتعلق فيه حق الله تعالى من حق الخصوم استئنافها استقلالا نعم طبعا سواء نفقات سواء نزاع سواء نزاع الشقاق سواء مهر معجل مؤجل مشاهد جميع القضايا بالاستثناء من حق الخصوم استئنافها استكلالا يعني واحد مدع عليه في قضية ما عجب الحكم حقه يستأنف خلال 30 يوم من تاريخ الحكم إذا كان وجاهي ومن تاريخ التبليغ إذا كان غيابي الآن لكن في بعض القضايا الأحكام التفريق والأحكام على القاصرين والمحجور عليهم والقضايا التي تعلق فيها حق الله تعالى ترفع وجوبا حتى لو لم يستأنفها أحد بعد مضي الشهر من تاريخ الحكم ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها استئنافا بمجمع المادة 138 من قانون أصول محاكمات شرعية طبعا فالآن محكمة الاستئناف تدقق هذه القضية إذا إجراءات التقاضي سليمية بالمئة تصدق الحكم وإذا فيه خلل في الإجراءات تفسخ الحكم وترشد المحكمة الابتدائية إلى اتباع اللازم للسير في الدعوة حسب الأصول طبعا وعندنا خانون أصول محاكمة شرعية الأحكام التي تصدر على المحاكمة الابتدائية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية واضح؟ نعم ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية الآن بعد محكمة الاستئناف الشرعية والله إذا ما عجب أحد الخصوم الحكم محكمة الاستئناف من حقه يطعن أمام المحكمة العليا ولا يتم الطعن أمام المحكمة العليا إلا من قبل محامي يكون مزاور خمس سنوات فأكثر في المعني نعم وفي هذا المحور أستاذ صحر إذا ما تحدثنا عن المحكمة العليا يعني كما تحدثت حتى في بداية هذه الحلقة عن تحمل جالب من العبء المالي ربما للمرأة وحتى توجه الدعم القانوني للمرأة إذا ما تحدثنا عن المحكمة العليا الموقرة كيف يمكن دعم المرأة على مستوى هذه المحكمة؟ يعني احنا في حكا الشيخ نقطة أنه لا يستطيع أي محامي الوصول أو رفع الدعوة إلى طعن في الحكم للمحكمة العليا توفر بالتأكيد رح يتم مساعدتها للوصول إلى حقها في النهاية بعتقد يعني العليا الشرعية هي من منظومة العدالة تنظر القضايا من جهة إذا كان هناك بعض الأمر يعني يستحق النظر فيه فقط ليس في الإجراءات فقط في الإجراءات محكمة قانون محكمة قانون هي فقد إذا فيه إجراء معين أما لا تنظر في يعني لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي كما هو في المحاكمة النظامية ليست متسلسلة هي محكمة قانون هي محكمة قانون تدقق في الإجراءات أنه من تاريخ دفع الملف لدى القاضي لمحكمة البداية حتى صدور قرار من محكمة الاستئناف وعندما يصدر قرار من المحكمة العليا الشرعية المحكمة العليا يعتبر اكتسب الحكم الدرجة القطعية أو ما يسمى بحجية الشيء المقضي به يعني يعتبر لا يوجد محكمة أخرى في درجات التقاضي هذه يا دكتور لؤي هل هناك ربما من أساس قانوني رابط بين الثلاث درجات طبعا هناك المحاكم الشرعية تستند إلى القانون هنا منصوص على محكمة البداية ومحكمة الاستئناف هناك مرسوم رئاسي بخصوص المحكمة العليا الشرعية كافة الأمور التي تتم في المحاكم الشرعية سواء دوائر المنصوص عليها في الهيكلية دائرة قاضي القضاء أو المحاكم أو التنفيذ كله يستند إلى قوانين مفعلة موجودة منشورة ومعمول بها إما سابقا كما سبق الذكر أو صدرت بعد وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في أراضي الأراضي الفلسطينية نعم سؤال الأخير لك فضيلة الشيخ إذا ما تحدثنا عن خطة تطويرية وحتى عن خطوة مستقبلية ربما فيما يخص كل الدوائر الشرعية في المحاكم الفلسطينية هنا هل هناك ربما من تغييرات مستقبلية أو حتى في الأيام القادمة على مختلف كل ذلك طبعا عندنا في خطط زي ما حكينا مستقبلية لتطوير أداء العمل كذلك في المحاكم الشرعية حكينا عن مسألة قانون الأحوال الشخصية الفلسطينية اللي الآن مسوته جاهزة بس بسنى المصادقة واعتماده يعني نتحدث عن هذا العام ربما هذا بعلم الله يعني هذه الأمور ثانيا عندنا مسألة اللي هي حتى الدوائر المرتبطة في المحاكم الشرعية دوائر الإرشاد دوائر التنفيذ دوائر النيابة الأحوال الشخصية هذه طبعا بعد تقدم التكنولوجيا والآن كل شيء على الكمبيوتر والنظام صار نظام إلكتروني فهذا بسرع في عملية إنجاز العمل بسرعة أكبر أولا وثانيا طريقة مرتبة أكثر ثالثا تسهيل على المراجعين والمواطنين يعني فيه الآن فيه فرق كبير بين العمل الآن وبالسابق وإحنا مع طبعا تطوير العمل لكن عندنا يعني فيه بشكل عام فيه عندنا قلة في الموظفين في المحاكم الشرعية والآن فيه في طور يعني ضخ يعني بعض الموظفين على المحاكم الشرعية باب يعني سرعة إنجاز العمل أكثر وأكثر لأنه عندنا فيه قل يعني على حجم المحكم الكبير نعم وفيه قل بالموظفين بسبب قلة الاعتمادات المالية يعني عند المحاكم الشرعية لكن الآن بوعدون إن شاء الله قريبا رح يدق يعني يعني يرفضوا المحاكم الشرعية بعدد كبير من الموظفين مما يؤدي إلى أن سرعة إنجاز العمل التسهيل على المواطنين مثل محاكم التلفيذ وغيره طبعا نعم دكتور نوف في هذه النقطة بس لفضيلة الشيخ يعني أنه فيه أيضا نقلة نوعية بالنسبة للمحاكم الشرعية على المستوى الجغرافية المكان يعني أصبحت الآن المحاكم الشرعية على مستوى محافظات الضفة الغربية في الوطن استئجار محاكم يعني تلبي حاجة المواطن من ناحية الجغرافية وليست في المدن الرسمية لا مش فقط في المدن هناك في البلدات في القرى حوارة عنبتة غباطية بيرزيت بديا بلعين نعلين نعلين يطة العديد من المناطق بالإضافة ممكن معلومة جديدة أنه بعد إقرار الموازنة من سفخابة الرئيس لهذا العام لعام في الفين وطبنطعش لقناعة المسؤولين بأهمية وحساسية الأمور التي تعالجها المحاكم الشرعية وكما تفضل الشيخ أنها بحاجة إلى رفض موظفين متخصصين لسرعة البت في القضايا وإيصال الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العدالة قام فخامة الرئيس باستثناء على الموازنة لهذا العام بمنح المحاكم الشرعية خمسين اعتماد مالي غير الذي تم أخذها في الموازنة العامة وقريبا سوف يتم الإعلان من خلال الجهات الرسمية المتخصصة في الهودي والموظفين العام بالتعاون مع دارة قاضي القضايا لطرح التعيينات الجديدة لدى المحاكم الشرعية سواء في الإرشاد الأسري أو في النيابة في المحضرين في الكتبة كل ما يخص من أجل النهوض في المحاكم الشرعية وإن كان كافة الدوائر والوزارة تحتاج ولكن هناك لا بد أن تكون هناك دوائر يتم تسليط الضوء عليها أكثر لملامستها لقطاع العدالة لحقوق الأطفال المرأة الأسرة النساء لتحقيق عدالة أكبر وأسرع وهذا ربما ما تطمحي لك المرأة بشكل أكبر في سؤال الأخير لك أستاذك بس بدي أنوه بس نقطة أخيرة بدل أنك سألت عن موضوع التطوير يعني من شاشة وفضائية النجاح الناشد أيضا بحكم خبرتنا في العمل كما تشترت المحاكم الشرعية لإبرام عقود الزواج لفحص التلسيمية للأزواج أو الخاطبين يعني أنا أناشد أن يكون هناك رخصة لقيادة الأسرة نعم وهذا ربما ما طالبت حكينا فقا وأنا يعني أطالب فيها دائما في كل منبر إعلامي يعني نطالب لتصل إلى أصحاب القرار نعم من أجل الحفاظ على الأسرة ومن أجل فهم ما هو مقصود وهذا ربما ما تحدث به فضيلة الشيخ عن دولة ماليزيا إذا لم تخلوني ذكرتي بالعودة لك أستاذ صحر في سؤال الأخير تحدث عن مثلث الآن هو مثلث التوعية المحاكم الشرعية وحتى التطور التكنولوجي نعم من خلال كل ذلك كيف يمكن السيطرة على كل ذلك في هذه الحياة فيما يخص المرأة ودفع حقوقها باتجاه مستوى عدالة أكثر خلينا نقول أنه المرأة إذا ما تم توعيتها بعصر التكنولوجيا خلينا نقول كونها تعرف للكمبيوتر تعرف كل الآليات معناتها أنه هي لسه خلف خلف التوعية المعنى كالتالي أنه إحنا بالميدان ولما ننزل للنساء أنه يعني يجب أنك لما تتجي إلى المحاكم تعرف كل هذه الأمور المعنى أعرف وين المحكمة أعرف شو هو شغل كل محكمة في قاضي تنفيذ في قاضي محاكم محكمة قضايا في قاضي معاملات في شو شغل النيابة الاحوال الشخصية والإرشاد المعنى إحنا يعني لما نوصل إلى هذا التكامل وصلنا للمرأة لبر الأمان فهي تتجه إلى صاحب الإختصاص في أقصر وقت بتضيعيش الوقت بتضيعيش عليها النفقات كما ذكرنا من أول ما تصير المشكلة تجهي لأصحاب الإختصاص شو برشدوكي استرشدي لا تتركي نفسك للأهواء أو بنتظر لحاله الحكم رح يتنفذ وهكذا فإحنا إن شاء الله نكون نصل إلى التكامل وكل إنسان بالتأكيد في البداية بيكون صعب أي مشكلة بتكون للنساء كمان في البداية بتكون صعبة المشكلة لكن إذا لي أتمن يمسك بيدها عبر الطرق الصحية كون المركز أو كون الإرشاد أو حتى القاضي ممكن يرشدها تتجاه لهم دعيمي أشكرك جزيرة شكر أستاذ صحر أبو صالحة المحامية عن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات شكرا جزيلا لك أيضا شكر لك فضيلة الشيخ صالح أبو فرحة قاضي محكمة نبلس الشرعية شكرا جزيلا لك وشكر لك دكتور لؤي عمر الخبير في قضايا الأسرة والمحكمة الشرعية شكرا جزيلا لك إذا المشاهدين الكرام بذلك نصل إلى ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء